اشتركوا في القناة جامعة كفر الشيخ الاهلية والجامعة التكنولوجية واعادة صياغة استغلال تلك الاصول والاراضي خدميا وتنمويا باقصى قدر ممكن كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من كل الاعمال الانشائية والتجهيزية لمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الاورام بمستشفى كفر الشيخ الجامعي اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية وليام بيرنز بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير جونثن كوهن السفير الامريكي بالقاهرة اكد وزير الخارجية سامح شكري تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة ووقوفها معها في ازمة الحرائق التي اندلعت مؤخرا بعدد من الولايات الجزائرية جاء ذلك خلال اتصال هاتفيا اجرع شكري مع نظره الجزائري رمطان العمامر وقال المتحدث باسم الخارجية ان شكري نقل خلال الاتصال مجددا تعازي مصر للجزائر في ضحايا الحرائق يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئ اليوم لبحث الوضع في افغانستان تعقد اللا جلسة بطلب من اسطونيا والنرويج وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد في غضونيا ذلك حث الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتاريش حركة طالبان على التحلي باقصى درجات ضبط النفس من اجل حماية الارواح في افغانستان وضمان تلبية الاحتياجات الانسانية كما دعا جوتاريش طالبان وجميع الاطراف الاخرى الى ضمان احترام وحماية القانون الانساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين اعلن القصر الماليزي ان رئيس الوزراء محي الدين ياسين قدم استقالته الى الملك وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد اسوأ تفشا لفيروس كورونا هذا وكان تقارير اعلامية محلية قد اوضحت في وقت سابق ان محي الدين سيتنحى عن منصبه بعد ان فقد دعم الاغلبية في البرلمان اعلن رئيس الوزراء الكندية جاستن ترودو اقراء انتخابات فدرالية مبكرة في العشرين من شهر سبتمبر القادم وذلك بعد اقل من عامين من اخر انتخابات وقالت ترودو ان كندا تشهد لحظة تاريخية في مواجهة وباء كورونا لكن ذلك لن يمنع من اقراء الانتخابات في موعدها المقرر اتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب هايتي الى 1297 شخص بحسب دائرة الحماية المدنية في البلاد واورد بيان الحماية المدنية في هايتي ان اغلب حصيلة ضحايا الزلزال جنوب البلاد اشتركوا في القناة وصلنا الى نهاية هذا المنجز مشاهدين الكرام للمزيد من الاخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب